موسيقى اهلا بكم مشاهدين الى هذه النشرة الاخبارية المفصلة ونبدأها بالعنوين موسيقى خمسة وعشرون شهيدا في قصف على منزل وسط مدينة غزة والمقاومة تخوض معارك ضارية مع قوات الاحتلال في انصيرات والمغراقة موسيقى قوات الاحتلال تطلق النار باتجاه الطريق في العديس جنوب لبنان اثناء مرور فريق الميادين واصابة السيارة بالرصاص من دون اصابات موسيقى لم يقضي على حماس ولن يقضي على حماس لم يسترد الاسرى ولم يسترد الاسرى الا من خلال صفت التبادل المشرفة موسيقى حني يؤكد للميادين ان لا ذهب الى اي اتفاق من دون تحقيق المطالب ويدعو الامة الى نهضة حقيقية والانخراط في مشروع التحرير موسيقى شاهدان برصاص الاحتلال في الضفة الغربية ومقاومون يتصدون بالعبوات موسيقى اعلام تلبيب يؤكد ان التهديد بالرد الايراني شل اسرائيل من شدة الخوف عبداللهيان لوزراء خارجية بريطانيا والمانيا واستراليا الرد ضروري موسيقى الرئيس الروسي يقول ان استهداف منشآت الطاقة الاوكرانية يرمي الى نزع سلاح كييف ويؤكد رفض موسكو مخططات تسوية لا علاقة لها بالواقع اهلا بكم البداية من غزة حيث تواصل قوة الاحتلال مجازرها بحق الاهالي موسيقى افاد مراسل الميادين بان طائرات الاحتلال الاسرائيلي نفذت حزمة نارية في محيط محطة توليد الكهرباء وسط قطاع غزة واضاف مراسلنا ان غارات جوية عنيفة تستهدف شمال مخيم صيرت الى ذلك اعلن الدفاع المدني ان طواقمه تمكنت من انتشال جثمين 13 شهيدا متحللة من منطقة البلد وحي الامل في محافظة خان يونس اطلقت قوات الاحتلال النار باتجاه الطريق في العديس جنوب لبنان اثناء مرور فريق الميادين واصيبت السيارة بالرصاص من دون اي اصابات بشرية الى جبهة الاسناد اللبنانية حيث اعلنت المقاومة الاسلامية امس استهدف موقعي الرمثة والسماقة في تلال كفرشوبة المحتلة كما استهدفت موقع بياض بليدة بالاسلحة الصاروخية محققة اصابات مباشرة هذا وشنت طائرات الاحتلال غارات استهدفت ميس الجبل واطراف الخيام بينما قصفت مدفعية الاحتلال عددا من البلدات الحدودية ونفذت عملية تمشيطا في منطقة اللبون والان ينضم الينا مراسلات الميادين احمد غانم معنا من رفح جنوب قطاع غزة واحسين السيد معنا من جنوب لبنان اهلا بكم نبدأ معك احمد غانم واخر المستجدات يارى العدوان الاسرائيلي ما يزال متواصلا على مناطق مختلفة من قطاع غزة ولكنه هذه المرة يتوسع من منطقة العمليات العسكرية العدوانية في النصيرات ليطال قلب مدينة غزة منذ عدة ايام الجيش الاسرائيلي عاود تكثيف غاراته على معظم تلك المناطق على معظم احياء مدينة غزة ساعة الماضية شهدت ارتكاب الجيش الاسرائيلي مجزرة مروعة راح ضحياتها 25 شهيدا من عائلة التباطيب في قصف منزلهم في منطقة السدرة الى الشرق من هذه المدينة وهناك عدد اخر من المفقودين ما تزال التواقم الطبية تعمل على انتشالهم حتى اللحظة في موازات هذه الجريمة القصف الاسرائيلي تواصل على معظم الاحياء ولسيما حي الزيتون شارع صلاح الدين تبعنا يوم امس قصفا اسرائيليا مروعا لسوق فراس الشعب ايضا في منطقة الساحة وسط المدينة بالاضافة الى غارات اخرى وقصف مدفعي متلاحقا ومتواصل على الاحياء الجنوبية والجنوبية الغربية للمدينة كتل الهوى والشيخ عجلين فضلا عن احياء في قلب المدينة كالتفاع الشجاعية الشعب وهذه الغارات وصلت الى قلب المدينة كحي الرمال مرورا بمناطق الشيخ ردوان وكذلك ايضا جباليا شمال قطاع غزة حيث استشهد مسؤول العمليات في الشرطة الفلسطينية في عملية اغتيال راح ضحيتها هو ونجله طبعا بطبيعة الحال يوم امس وهو احد المسؤولين عن عملية تأمين المساعدات اثناء دخولها للمناطق الشمالية ووصولها الى المواطنين في المناطق الشمالية في المنطقة الوسطى نذهب مباشرة الى منطقة النصيرات حيث اعلن الجنش الاسرائيلي بدأ عملية عسكرية مفاجئة قبل يومين معظم طبعا هذه العملية العدوانية جاءت بالتوازي على الارض مع توغل اسرائيلي بالاليات والدبابات في ثلاثة مناطق منطقة المغراقة والزهراء مرورا بمنطقة وادي غزة في شريط يمتد من شارع الرشيد غربا وصولا الى المنطقة الشرقية اخر المغراقة من الناحية طبعا الشرقية هذه هي بطبيعة الحال ارض زراعية يحدها من الشمال مدينة الزهراء ومن يفصلها طبعا عن الجنوب المنطقة الوسطى الجيش الاسرائيلي دخل هذه المنطقة وسط غطاء ناري كثيف نفذ عشرات الاحزمة النارية قصف بالمدفعية مناطق واسعة يوم امس شهدنا عشرات الشهداء في مدينة النصيرات او منطقة النصيرات القصف المدفعي طال مسجدين وطال ثلاثة مدارس للنازحين من بينها اثنتين يوم امس وهذا الصباح كانت هناك مدرسة جديدة تجمعات للمواطنين بالقرب من وادي غزة تم استهدافها القصف المدفعي ما يزال متواصلا حتى الساعة على ارضي المفتي والدعوة وتحديدا بالقرب من جسر المغراقة وكذلك ايضا الغارات شملت منطقة الطاقة الى الشرق من منطقة او حي النصيرات او مدينة النصيرات العدوان ما يزال متواصلا وتقوم االيات الجيش الاسرائيلي بعمليات تجريف واسعة يارى في تلك المنطقة بالاضافة الى استمرار عمليات نسف منازل ومربعات سكنية كاملة في حي المغراقة وهذا ما جرى هذا الصباح وكذلك خلال اليومين الماضيين في استكمال اسرائيلي لسياسة تدمير غزة بشكل كامل القصف المدفع الاسرائيلي طالة لبريج والمغازي والامصدر وشرق دير البلح منطقة ابو العجين مرورا بالمناطق التي ذكرناها آنفا الزهراء المغراقة وكذلك المناطق الشمالية الغربية لنصيرات بمشاركة من الزوارق الحربية الاسرائيلية واطلاق نار ثقيل من الدبابات الاسرائيلية على الأرض ومن المروحيات الاسرائيلية من نوع باتشي مرورا باستخدام طائرات لكواد كابتر ضد هؤلاء المواطنين تمكنت الطواقم الطبية من انتشال جثماني شهدين من أحد المنازل التي تم استهداف يعني خلال بعد استهداف شقة سكنية في أبراج الصالح عمليا يوم أمس في خانيونس جنوب قطاع غزة رغم انسحاب الجيش الإسرائيلي من هذه المدينة وتكشف حجم الدمار الكبير تتواصل جهود عمليات الانقاذ انتشال جثامين الشهداء الذين ارتقوا خلال العدوان البر على هذه المدينة يوم أمس 13 جثمانا معظمهم متحللي متحللي الجسد تمكنت الطواقم الطبية ودفاع المدني من انتشالهم ولكن مع الإشارة إلى أن عمليات الانقاذ تتم بصعوبة بالغة نظرا لحجم الدمار الكبير أولا أعداد الشهداء الكبيرة ثانيا وكذلك هناك أعداد كبيرة من المفقودين ما زال البحث عنهم جاريا وكذلك أيضا المعدات التي يمتلك هذا الدفاع المدني أو هذا الجهاز هي إمكانيات بسيطة محدودة للغاية لا تمكنهم من انتشال هذا العدد الكبير طبعا من الشهداء والجرحة في رفح جنوب القطاع شهدنا يوم أمس ستة شهداء في قصف إسرائيل استهدف منزلا في المدينة وكذلك قصفا مدفعيا في النواحي الشرقية لها شكرا جزيلا لك أحمد غانم مراسل الميادين كنت معنا من رفح جنوب قطاع غزة ومن جنوب غزة إلى جنوب لبنان معنا من هناك أيضا الآن مراسلة الميادين فاطمة فتوني أهلا بك فاطمة إذن نبدأ لكن مع حسين السيد الحمد لله على سلامتك حسين وعلى سلامة باقي فريق الميادين المتواجد معك في جنوب لبنان يعني أخبرنا لمن انضم ليتابع الميادين في هذه الأثناء ما الذي حدث معكم نعم يا رأى الله يسلمك أول شيء يعني حصل اعتداء مكثف من قبل الاحتلال وجنود الاحتلال المتمركزين في موقع مسكاف عامل إسرائيلي باتجاهنا أثناء عبورنا الطريق المؤدي إلى بلدة العديسي كنا في طريقنا إلى هذه البلدة لتصوير تقرير مع الفرق الإسعافية الموجودة في تلك المنطقة تم إطلاق الرصاص باتجاه سيارة كانت أمامنا وأيضا تم إطلاق الرصاص باتجاه سيارتنا كنا أنا والزميل غسان الحج في هذه السيارة تصاوبت السيارة إصابة مباشرة للسيارة طبعا وتعطلت معنا نتيجة هذه الرشقات المكثفة أيضا سيارة زميلنا محمد أبو رضا أيضا تم إطلاق الرصاص باتجاهنا وأيضا بعد دقائق من مرورنا من تلك المنطقة كان هناك يعني سيارات تمر منها هذه السيارة أمامنا مباشرة هي سيارة لأحد العمال في شركة الكهرباء كان في طريقه إلى مشروع الطيبي يعني لتحويل الكهرباء على أحدى البلدات الجنوبية تحديدا بلدة حولة بعد انقطاع الكهرباء عنها وهذا الطريق عادة ما يعبر فيه بحسب ما فهمنا أنه يعبر من هذه الطريق بشكل متكرر ودائم باتجاه هذه المنطقة كما نشاهد هناك إصابات مباشرة للسيارة في الأمام أيضا في الزجاج عدة رصاصات أصابت هذه السيارة لأحد عمال شركة الكهرباء وكذلك الأمر في صقف هذه السيارة كان استهداف مباشر باتجاه هذه السيارة أدى إلى إصابتها بعدة رصاصات من الأمام وأيضا من الخلف يعني ولحسن الحظ لم يصب عامل الكهرباء في هذا الاستهداف وأيضا باتجاه يعني كامل السيارة كما نرى الزجاج هنا محطم أيضا الرصاص على جانب السيارة من الجهة الشرقية حيث يتمركز جنود الاحتلال أيضا باتجاه مقدمة السيارة التي أصيبت بعدة رصاصات يعني يبدو أنها أكثر من عشر رصاصات أصابت هذه السيارة بحسب ما نحصي من أماكن تواجدها هو إذن استهداف مباشر باتجاه هذه السيارات اليوم أكثر من سيارة عدا عن فريقنا تعرضت للاستهداف من قبل موقع موسكاف عام وجنود الاحتلال المتمركزين في هذا الموقع أيضا كما نشاهد لا تزال سيارة الميادين الآن نعمل على إصلاحها يارى فقط نذكر نحن نتحرك على هذه الطرق مع وضع إشارات السحافة على جوانب السيارة لذلك نحن واضحون بأننا سحفيون نمر من تلك المناطق أو من هذه الطريق التي يمر فيها عادة سحفيون فرق إصعاف وأيضا كما علمنا يعني مواطنون وعمال في شركات الكهرباء وغيرهم من المواطنين إذن هذا الاستهداف اليوم يبدو أنه مركز باتجاه السيارات التي تعبر هذه الطريق ربما يكون هناك إجراءات من الجانب اللبناني اللي قطع هذه الطريق بشكل مؤقت نعم بسبب نتحفت هذه الاعتداءات الإسرائيلية ونذكر أيضا بأن هذا الاعتداء حصل أمام وعلى أنظار قوات اليونيفل المتمركزة أمام موقع مسكاف عام طيب يعني أحسين هذا الطريق الذي تم استهدافه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي كيف يعني هل هي المرة الأولى التي يتم استهداف السيارات على الطريق العام بهذا الشكل عندما نتحدث عن سيارة فيها نحو عشر رصاصات إذن يعني وعدة سيارات تمت إصابتها بشكل مباشر هي المرة الأولى على هذا الطريق أم أنه يعني كنوى من التصعيد أم أنه تكرر سابقا نستطيع أن نقول أنه تصعيد لأننا في يوم واحد يعني سيارتنا سيارة عامل الكهرباء وأيضا سيارة أحد المواطنين أثناء مرورنا يعني هذا الأمر حصل في ضرف نصف ساعة فقط استهداف لعدد كبير من السيارات في هذه المنطقة عادة خلال أيام المواجهة ما كنا نرصد استهداف باتجاه السيارات ولكن ليس بهذا الشكل وليس بهذه الكثافة النارية العالية يعني هذا الاستهداف تحديدا باتجاه أحد عمال شركة الكهرباء كان مقصود منه القتل يعني هذا استهداف مباشر كما نلاحظ كما لاحظنا إذا استطعنا زميلي غسان أن نرجع الصورة على السيارة يعني هي مستهدفة من الأمام وأيضا على سقف السيارة وأيضا في نوافذ السيارة تعرضت لإطلاق رصاص كثيف كما نشاهد يعني هذه السيارة استهدفت بشكل مباشر بقصد القتل ليس بقصد الترهيب سيارتنا أيضا أصيبت بعدد أو بإحدى الرصاصات كذلك الأمر سيارة المواطن الذي كان يسبقنا في تلك المنطقة نستطيع أن نرى يعني هذه آثار كما نرى هنا آثار الرصاصات على الجانب وأيضا من الأمام هذه الرصاصات لا تزال عالقة داخل السيارة أيضا هنا رصاصة أخرى وكذلك الأمر في سقف السيارة وعلى الزجاج الخلفي يعني كان هناك احتمال بأن يصاب بشكل كبير ولكن الحمد لله يعني لم تكن هناك إصابة جراء هذا الاستهداف ولكن هناك التكرار لهذه الإطلاق لإطلاق هذه الأسلحة الرشاشة باتجاه أو الرصاص باتجاه من يمرون اليوم على هذه الطريق عادة ما كنا نرصد حركة سواء من صحفيين أو فرق إسعافية أو حتى مواطنين وعمال إصلاح الكهرباء أو عمال شركة الكهرباء الذين يتحركون بشكل متكرر على هذه الطريق ينصقون تحديدا عمال شركة الكهرباء يعني ينصقون مع عمال أو مع قوات اليونيفل لذلك العدو على علم بهذا التحرق خصوصا لهذه السيارة ولكن كما رأينا هي الأكثر استهدافا اليوم برصاص الاحتلال أصيبت بحسب ما حصينا بأكثر من عشر رصاصات ولحسن الحظ يعني لم يصب سائق هذه السيارة نعم طيب يعني أيضا حسين وفاطمة سنتابع معا هذا الفيديو لك حسين السيد والذي يعني على طريق العديسة الذي كان أثناء الاستهداف نتابع معا ثم نعود إليك فاطمة نحن الآن بموازاة الخط الحدودي والشريط الحدودي مع شمال فلسطين نحتل تحليدا على الطريق إلى بلدة العديسة نحن مطلون على مستوطنات إسرائيلية مثل مسكفعام مرميون مرمى بهذه المستوطنات الإسرائيلية وأيضا كما يظهر فوقنا هذا هو موقع مسكفعام الإسرائيلي الذي يعتلي بلدة العديسة وينفذ منه اعتداءات إسرائيلية باتجاه هذه البلدة كما نسمع الآن أصوات الرشقات روح 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 رشقات الآن رشقات رشاشة باتجاهنا من موقع مسكفعام الإسرائيلي تحديدا باتجاهنا قام جنود العدو بإطلاق رشقات رشاشة باتجاهنا وباتجاه السيارات المقابلة لنا أيضا إذن بعد هذا الفيديو ننتقل إليك فاطمة فتوني مرسلة الميادين في الجنوب لتحدثين بآخر المستجدات لديك نعم يارا بداية اسمح لي أن أتوجه إلى زملائي في القطاع الشرقي في بلدة العديسة الجنوبية الحمد لله على سلامة الفريق ليس غريبا على الاحتلال الإسرائيلي أن يقوم باستهداف المدنيين والصحفيين والتواقم الطبية إن كان في جنوب لبنان أو في قطاع غزة الحمد لله على سلامتهم باستكمالا في الجولة التي نقوم بها يارا في جنوب لبنان نحن اليوم في مواكبة لجولة مع وزير الشؤون الاجتماعية دكتور حجار في جنوب لبنان بدأت الجولة صباحا من مدينة سور ومن ثم انطلق الموكب أو وفد الوزير باتجاه مدينة بنت جبيل حيث زار الوزير مستشفى صلاح غندور هذه المستشفى التي تستقبل المرضى والجرحى وتقدم خدماتها لهذه المدينة والقرى والبلدات المجاورة والتي تتعرض الاعتداءات الإسرائيلية بشكل متكرر وهي قريبة من مواقع الاحتلال الإسرائيلي هنا في القطاع الأوسط بعد مدينة بنت جبيل سينتقل الوزير إلى منطقة جبل عامل وأيضا إلى بلدة مجدل سلم للوقوف عند أوضاع الناس عن كثب وذلك بمناسبة أيام وضاع هنا عن كثب خصوصا في ظل الاعتداءات الإسرائيلية التي تشهدها جبهة جنوب لبنان الآن ينضم إلينا معالي الوزير كل عام وأنتم بخير معالي الوزير وأنتم بخير من بنت جبيل اليوم كنتم بجولة بدأتموها من صور وصولا إلى بنت جبيل لو تحدثنا أكثر عن المشاهد وعن أحوال الناس هنا في جنوب لبنان بالبداية أريد أن أقول الحمد لله على السلام لفريق الميادين لتعرض من 30 دقيقة لأعتداء غاشهم بمنطقة العديسة أقول الحمد لله على السلام وبنفس الوقت بدأيقول أنه تخطط تخطط العدو الإسرائيلي كل المعايير اليوم هذا فريق من المرسلين بمنطقة آمنة هي العديسة فعليها أن يحترم المعايير نحن بنعرف أنه بغزة تخطط كل شيء المستشفيات والأطفال قصف كل شيء شو قلوا نعليق الميادين إذا كانوا موجودين اليوم أو عم بينقلوا أحداث جنوب أما بالنسبة لزيارتي اللي بلشت صباحا باكرا من الصور وهلأ نحن بسوق بنت جبال بالفعل جيت بتاني يوم العيد اطلع أول شيء عيد الناس الصامدين أهالي بنت جبال من قلب بنت جبال وبنفس الوقت اطلع على الأوضاع الأوضاع الميدانية للناس والأوضاع الميدانية والحاجات الميدانية للناس الصامدين بعد ستة شهر من هالحرب اللي فعلا اطالت وطالت كثيرا نعم اليوم كيف رأيتم المشهد هنا خلال هذه الجولة التي قمتم بها بالإكاة بالناس إن كان بمستشفى غندور واليوم بجولتي على السوق بعد ما وصلت على أتحاد البلديات أنا في نقول الناس هون بفعلا تعطي معنويات بالرغم من الصعوبات اللي عم بيعشوها بالرغم من كل شيء إنه في صعوبات اقتصادية في صعوبات اجتماعية في صعوبات أمنية الناس بتعطيك رجع وبتعطيك أمل الوجوه بالرغم من الصعوبات ضاحقة مستمرة باقية صامدة ولا تريد إنه تترك المنطقة بالطبع في أهلة تركت وفي أهلة بعد موجودة فبنت الجبال والقرى الجنوبية بشكل عام هي مدرسة للصمود مدرسة للوطنية شكرا معالي الوزير دكتور حجار سنكون معكم ونواكب أيضا هذه الجولة التي ستكملونها في جنوب لبنان في هذه البلدات والقرى التي تتعرض لاعتداءات إسرائيلية متكررة والقريبة بالمناسبة من مواقع الاحتلال الإسرائيلي إذن يارا سنكون معكم اليوم لمتابعة هذه الجولة وأيضا لمتابعة التطورات الميدانية التي قد تحصل في أي لحظة في هذه الجبهة المشتعلة هنا في جنوب لبنان نعم يارا نعم فاطمة نعود مجددا لحسين السيد ويبدو أنه هناك جديد لديك حسين نعم يارا هناك معلومة مهمة جدا وصلتنا الآن بأن الشاحنة أو المواطن الذي كان يقود الشاحنة التي كانت تمر أمامنا وتم استهدافها خلال مرورنا على طريق العديسي هي شاحنة تنقل المواد الغذائية لقوات اليونيفل يعني هذا الاستهداف أيضا لشاحنة تنقل المواد الغذائية لقوات اليونيفل بالتأكيد هي على تنصيق مع القوات اليونيفل عند عبورها في تلقى الطريق أيضا تم استهدافها وإصابة السيارة بشكل مباشر هذا يؤكد المؤكد أن الاحتلال اليوم لا يحترم أي أحد هنا سواء قوات اليونيفل مواثيق دولية وما إلى هناك يستهدف هذه القوات أيضا قوات اليونيفل تم استهدافها خلال هذه المواجهة اليوم شاحنة تنقل المواد الغذائية لقوات اليونيفل كما علمنا تم استهدافها أمامنا مباشرة بعدها تم استهداف سياراتنا وأيضا كما قلنا سيارة تابعة لأحد عمال شركة الكهرباء تم إطلاق الرصاص بكثافة باتجاه هذه السيارات على طريق عام عديسك فركلة تحديدا مقابل موقع مسكاف عام الإسرائيلي الذي نفذ رمايات رشاشة كثيفة باتجاه هذه السيارات وأكبر دليل كما قلنا هذه السيارة التي تعرضت لنحو عشرة رصاصات من قوات الاحتلال ولكن لم يصب سائقها لحسن الحض شكرا جزيلا لك حسين السيد وشكرا جزيلا لك أيضا فاطمة فتوني أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هني في مقابلة مع الميادين أن الحركة لن تذهب إلى أي اتفاق قبل تحقيق شروطها في المفاوضات الشارية مشددا على أن محاولات إدراج استهداف أفراد من عائلت في سياق الضغط على الحركة لتغيير موقفها لن تنجح الأعلام الإسرائيلي يتحدث عن ذلك بأن استهداف الأبناء والأحفاد يندرج في سياق الضغط على قيادة حماس لكي تغير موقفها من المفاوضات الجارية نحن نقول بأن المصالح العليا للشعب الفلسطيني والمطالب الممهورة بدمها أولئي الشهدان 40 ألف شهيد و76 ألف جريح لا تتغير ولا تتبدل بموت أحد أو بحياة أحد هي مرتبطة بما يمكن أن يتحقق لشعبنا وفي ضوء المطالب المعروفة نحن نؤكد على تمسكنا بضرورة الإعلان الواضح والصريح بوقف اطلاق نار دائم في قطاع غزة والانسحاب الشامل من كل مناطق قطاع غزة وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم بلا قيد وبلا شرط وبلا حواجز وبلا تفتيش وبلا حلابات وما يطلق عليه من هذه المسميات ثم الإغاثة والإيواء والإعمار ورفع الحصار وصولا إلى التوصل إلى صفقة لأسرة حقيقية وجدية دون ذلك لن تذهب الحركة إلى أي اتفاق ينتقص من هذه المطالب وخاصة المطالب التي أشرت لها ابتداء وقف اطلاق النار والانسحاب وعودة النازحين حني شدد على أن مجازر الاحتلال وجرائمه في غزة تعكس فشله الاستراتيجي لأنه لم يحقق أهدافه أنا أعتقد أن نجوءهم إلى مثل هذه الجرائم من هذا القبيل هي تعكس أيضا الفشل الاستراتيجي لجيش الاحتلال الإسرائيلي حيث أنه مضى ستة أشهر على هذه الحرب ولم يحقق الاحتلال أي من الأهداف العسكرية التي أعلنها لم يقضي على حماس ولن يقضي على حماس لم يسترد الأسرة ولن يسترد الأسرة إلا من خلال صفقة التبادل المشرفة وأيضا لم يستطع أن يهجر أو أن يفرغ القطاع من سكانه ومن أهله بل استمر أهلنا في بلدهم رغم كل ما تعرضت له غزة متشبثين بالأرض متمسكين بها قرارهم أننا لن نغادر وأننا لن نترك هذه الأرض ولن نكرر نكبة عام 48 هنيا دع الأمة إلى نهضة حقيقية لوقف الحرب على غزة والانخراط في مشروع تحرير المسجد الأقصى والقدس والأرض الفلسطينية وأقول للأمة جمعا إن الخطر الإسرائيلي الصهيوني لا يقتصر على فلسطين بل يتعداه إلى المنطقة العربية والإسلامية وإنما يقوم بالاحتلال الصهيوني في قطاع غزة من إبادة جماعية ومن مجازر ومن مثابح ومن تهجير يتطلب موقف من هذه الأمة مختلف عن الشهور الستة الماضية سيما أن المتغيرات التي تشهدها اليوم الأروقة السياسية في الإقليم وعلى المستوى الدولي تؤشر على أن الاحتلال يعيش في حزلة غير مسبوقة وأن صورته قد تهشمت على المستوى العالمي وأن بين قوسين إسرائيل كطفل مدلل لعالم الغربي لم تعد هذه قائمة على النحو الذي كانت عليه سابقا ودعا هني كذلك المحاكمة الدولية إلى تقديم قدرة الاحتلال كمجرمي حرب ومحاكمتهم على هذا الأساس أقول للإنسانية جمعاء إنما وقع على أهلنا في غزة هو جرائم حرب هي جرائم ضد الإنسانية هي تعدي على القانون الدولي الإنساني ولذلك المحاكم الإنسانية ومحاكم العدالة الدولية وأروقة الحقوق والعدالة والقانون في العالم يجب أن تشكل محاكم حقيقية لقادة الاحتلال وتقديمهم كمجرمي حرب ولذلك أنا أدعو حقيقة إلى تكاتف كل المؤسسات التي تعمل في المجالات الإنسانية والحقوقية والقانونية على المستوى العالمي بأن يقول لها ما يثبت انحيازها لهذه المفاهيم الإنسانية وأن تحاكم الاحتلال الإسرائيلي سيما وأن هناك في لهاي محكمة ما زالت فصولها تدور يجب أن لا يفلت قادة الاحتلال من العقوبة ومن القرارات المتعلقة بهذه المحكمة رئيس دائرة العلاقات الوطنية لحركة حماس في الخارج علي بركة أكد للميادين أن المقاومة ليست في مرحلة تقديم التنازلات مشددا على أن وضعها الميداني متماسك وجيد جدا شهدنا أمس الجريمة التي ارتكبت بحق أبناء رئيس المكتب السياسي وأحفاده الأخ المجاهد إسماعيل هنية باغتيال ثلاثة من أبنائه وأحفاده وهذا واضح أن هذه رسالة العدو يريد أن يفاوض بالنار ونحن قلنا والأخ إسماعيل هنية أعلن أننا لن نعطي هذا الاحتلال بالضغط وبالسياسة الدان العسكري بركة أكاد أن المقاومة لديها ذخيرة كافية لأشهر عديدة وربما أكثر وقد أعدت نفسها لمعركة طويلة الأمد المقاومة لديها ذخيرة كافية لأشهر عديدة وربما لأكثر من سنة لذلك المقاومة أعدت نفسها لمعركة طويلة الأمد خيادة الحركة تدرس المخترحات التي قدمت مؤخرا من الوسطاء وحتى الآن لم ترد عليها مسألة النازحين وملف الأسرى من أبرز النقاط التي تتحفظ بشأنها حركة حماس والمقاومة الفلسطينية في مقترح الوسطاء الأخير هذا ما تكشف عنه مصادر قيادية للميادين نقاط عديدة تتحفظ عليها حركة حماس والمقاومة الفلسطينية بشأن مقترح الوسطاء الأخير تكشف مصادر قيادية في المقاومة الفلسطينية للميادين وتوضح أن حماس تعترض على مسألة عودة النازحين التدريجية وترفض هذا المقترح وهي ترى أن مصطلح خارج المناطق المقتضة هو مصطلح فطفاض يعطي إسرائيل الحق في التحكم بالمناطق وتشكيل منطقة عازلة في الوقت ذاته تؤكد المصادر أن حماس قد تتجاوز مسألة وجود القوات الإسرائيلية عند الحدود مؤقتا على أن يتم الانسحاب بشكل كامل لاحقا وتطالب بالانسحاب حتى طريق صلاح الدين ومن شارع الرشيد على أن تقف قوات الاحتلال عند مفترق نتسريم كمرحلة أولى في هذا الإطار تشدد الحركة على أن هذه العملية يجب أن تؤدي في نهاية هذه المرحلة إلى انسحاب جميع القوات خارج الحدود أما ملف الأسرة فيواجه إشكاليتين تحتجان إلى حل إذ تطالب إسرائيل بإطلاق أربعين أسيرا من النساء والأطفال والعدد قد لا يكون كافيا وإذ لم يتوفر العدد المطلوب تطالب إسرائيل بإطلاق صراح الرجال الأسرة وهذا ما ترفضه حماس فيما ترى حماس أن مصطلح الهدوء المستدام في المرحلة الثانية غير واضح علما أنها لم تتضمن أي نص بشأن وقف إطلاق النار أو الانسحاب التام محمد عز الدين الميادين في الأثناء تخوض المقاومة معارك ضارية مع قوات الاحتلال شمال انصيرات والمغراق وسط قطاع غزة بالتوازي نشرت سرايا القدس مشاهدة لطائرة كواد كابتر بعد السيطرة عليها خلال تنفيذها مهمات استخبارية في سماء وسط قطاع غزة هذا هو الزمان يدور ونحن ندور معه لمجه أنفسنا مجاهدي سرايا القدس نواجه هذا النفيف وهذا الإفساد الذي جاء من إصطاع الأرض ليجد له مكان على أرض لا أصل ولا جذور له فيها شعبنا الفلسطيني الأبي إن الله اختارنا سبحانه وتعالى لكي نكون أبناء الجيد وأبناء الاختيار الرباني العظيم لعباد له أولي بأس شديد لتأدية المهمة المقدسة والمصطرة بأحرث من نوره في كتاب لا ربثه يدى إلى يوم القيامة شعبنا الفلسطيني الأبي نتقدم إليكم فيه التهنئة الحارة من سرايا القدس بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وقد نصرنا الله عز وجل على هذا العدو المجرم بإذن الله تبارك وتعالى ويسألونك متى هو قل عسى أن يكون قريبا كذلك نشرت قوات الشهيد عمر القاسم مشاهد استعدافها مع سرايا القدس تجمعات الاحتلال في الشيخ حجلين جنوب مدينة غزة كتائب المشاهدين وزعت مشاهدة لاستهداف غلاف غزة برشقه سرقة صاروخية موسيقى الميادين تستكمل جولتها على المناطق التي انسحب منها الجيش الاسرائيلي شرقي خان يونس أحمد غانم زار منطقة الزنة ورصد حجم الدمار هناك وصمود الناس نحن هنا في منطقة الزنة أقصى شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع حجم الدمار هنا أيضا بعد انسحاب الجيش الاسرائيلي كبير للغاية مدارس جديدة وحديثة تابعة لوكالة غوثي وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين دمرت بشكل كامل مصانع للحديد وكذلك للحجارة آلاف المنازل على مد البصر دمرتها اسرائيل مربعات سكنية بأكملها تم تفخيخها وتفجيرها كما لاحظنا عبر الأسلاك المنتشرة أسلاك وحدات الهندسة تابعة للجيش الاسرائيلي فخخوها ثم فجروها ودمروها بشكل كامل وكما يقال فقد جعلوا المنطقة عاليها سافلها الحمد لله احنا اول شيء ما بنخافش من اللي بسير معنوياتنا الحمد لله كويسة واحنا كل اللي بسير لا بدنا من دول عربية ولا من أي واحد يقف معنا احنا ربنا واقف معنا ولا بالخاف ولا من أي واحد احنا برضو بمرغم كل اللي صار لو ناخد ناخد الخيمة ونقعد في الزنة نحن جزئين نقعد في أرضنا ونقعد كل واحد في البلاد نحن هنا في منطقة الشيخ محمد في الزنة حيث نفذت كتائب القسام عمليتها البطولية حينما استهدفت عدد من آليات المركافا وكذلك عملت إلى استهداف قوة الإنقاذ التي جاءت لمساندة هذه القوة ومن ثم فجروا عبوات مضادة للأفراد في المنزل الذي تحصنت فيه القوة الإسرائيلية في منطقة الزنة وأعلنت كتائب القسام وقتها مقتلة تسعة جنود إسرائيليجين تحول بعضهم إلى أشلاء احنا شعب صامدين ورغم أن في كل العدوان وكل جيوش كل جيوش العالم ننهزمش هذا شرف للشعب الفلسطيني وشعوب العالم كلها صامدين مع المقاومة احنا وإحنا حندلنا شعب واحد وشعب فلسطيني شعب جبار وما بهامش ولا بن حاجة هذه هي أثار جنازير دبابات الاحتلال التي داست منازل المواطنين في معظم المناطق الشرقية لمدينة خنيونس كهذا المنزل يتكرر سيناريو التدمير في كل المناطق التي دخلها الجيش ومن ثم انسحب منها ما ضللنا ولا حاجة يعني احنا قاعدين بنطلع شوي تغراض سهلة انه الواحد يشتريها لكن مش سهل انه الواحد ينسى عمره اللي راح في بيته بيتك هو مش جدران يعني بيتك هو حياتك كلها ولادك اللي انولدوا في البيت احتفلاتك مأسيك زعلك فرحك كل حاجة هي بيتك معلش احنا منزعل انزعل هذا وارد لكن ان شاء الله انو احنا صمدين زكرياتنا وحياتنا وعمري كله فنيته في هالبيت لكن الحمد لله اللي من الله محلى وان شاء الله نقدر نعود كل شيء فضى الوطن وفضى القدس وفضى ولادنا الشهداء اللي راحوا كم حرب عدت علينا ونعمر كم عيدها تيجي علينا تتعمى عايشين من 2014 و2008 كل يوم بنهد ونعمر وان شاء الله سنعمرها ونعمرها ونظل شوق في حلق الاحتلال استشهد شابان واصيب اربعة اخرون برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال اقتحامها مخيم الفرع في طباص في الضفة الغربية المحتلة واقتحم الاحتلال المخيمة بتعزيزات عسكرية كبيرة فتصدى لها المقاومون واستهدفوا قواته بالعبوات الناسفة والاسلحة الرشاشة كذلك اقتحم الاحتلال بلدة طمون في قضاء طباص ومدينة طول كرم اردت وسائل اعلام اسرائيلية ان التهديد بالرد الايراني شل اسرائيل من شدة الخوف الى ذلك قال وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان في اتصال مع وزراء خارجية بريطانيا والمانيا واستراليا ان معاقبة منفذي الهجوم الارهابي على القنصلية في دمشق ضرورة في ظل عدم قدرة مجلس الامن الدولي على اصدار بيان يدين فيه العدوان وطلب الدول بضرورة اتخاذ موقف صريح يدين الجريمة الارهابية لاسرائيل فاثة ايران لدى الامم المتحدة اكدت انه كان من الممكن تغاضي طهران عن ضرورة الرد على العدوان الاسرائيلي على قنصليتها في دمشق لو نددى مجلس الامن الدولي بالهجوم اضافت في منشور لها عبر منصة اكس انه لو نددى مجلس الامن بالعمل العدواني وجعل الجناتا يمثلون امام العدالة لكان من الممكن ان تتجنب ايران معاقبة النظام المارق اتهم مندوب روسيا لدى الامم المتحدة فاسيلي نيبنزيا الولايات المتحدة وحلفائها بتعطيل مشروع بيان صحفي كان يرمي الى ادانة العدوان الاسرائيلي على القنصلية الايرانية في دمشق كان هناك مسودة بيان صحفي توقف العمل عليها في نقطة محددة من جراء اصرار من زملائنا الامريكيين والبريطانيين ونحن كنا من وضع تلك المسودة نفذت المقاومة الاسلامية في العراق عمليات عديدة ضمن تصعيدها ضد الاهداف الاسرائيلية اخرها خمس هجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة اصابت العمق المحتل من بغداد عبدالله بدران هي عمليات التصعيد العراقية في مرحلتها الثانية والهدف المطارات والمرافع الاسرائيلية مشاركة الفصائل العراقية في طوفان الاقصى الغت قاعدة دول المواجهة جغرافية فهشمت جدار تحصين حدود الاحتلال واثبتت انه على الورق فكان سلاح المسيرات لم تتوقف المقاومة الاسلامية في العراق عند انخراطها في المواجهة بل رهنت قرار عملياتها لدى المقاومة الفلسطينية في دلالة حقيقية على وحدة الساحات والتساع الجبهات الذي انتد من لبنان الى سوريا فالعراق فاليمن بنك اهداف الفصائل العراقية يدل على تطور نوعي استخباري فيما الوصول الى هذه الاهداف يدل على تطور نوعي في الاسلحة المعتمدة في هذه المواجهة وبقي عنصر المفاجأة حاضرا في العمليات حيث من الصعوبة بمكان توقع وقت التنفيذ ونوع الهدف او منصات اطلاق الصواريخ الباليستية والمسيرات فوضعت واشنطن وتل ابيب في دائرة لا توازن حتى في محاولات مناورات الرد لما تستخدمه من اهداف وتوقيتات وتحرك الثقل الذي شكلته الفصائل العراقية جاء في الميزان الامريكي اصعب حملة وحرك واشنطن تحت عنوين الرد عليه في القائم وجرف النصر واغتيال قادة كبار في هيئة الحجد الشعبي وفي المقاومة العراقية لم يكن اثر المقاومة في العراق محصورا في الميدان فهي ورطت واشنطن وحرمتها اداء ما تسميه دور الوسيط الذي تنشده في كل ملف فلسطيني واظهرت انخراط الولايات المتحدة في امداد الطرف المعتدي بالذخيرة فيما المسئولية التي يتعامل بها قادة الفصائل العراقية وحدت الجبهة وعززت تماسكها عبر التزام خط الضغط مرة على الامريكي بقصف قواعده واخرى بقصف الاراضي المحتلة مباشرة انخراط المقاومة العراقية مع نظيراتها من فصائل وقوى المقاومة في المحور اعاد توجيه البوصلة نحو الخطر الحقيقي وواجهه بعد تكلس السلاح الرسمي العربي عطفا على قيد الموقف الرسمي العربي عبدالله بدران بغداد الميادي اكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان استهدف منشأة الطاقة الاوكرانية يرمي الى نزع سلاح كييف خلال محادثاته مع نظيره البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو اوضح بوتين ان روسيا امتنعت عن شن هجمات على منشأة الطاقة الاوكرانية في الشتاء لكنها اضطرت الان لرد على هجمات كييف التي استهدفت منشأات الطاقة الروسية لسوء الحظ شهدنا سلسلة من الضربات على مواقع الطاقة لدينا في الاونات الاخيرة واضطررنا للرد اريد ان اؤكد اننا لم ننفذ اي ضربات في الشتاء لاسباب انسانية ما اعنيه اننا لم نرد ان نترك المؤسسات الاجتماعية والمستشفيات وغيرها من دون كهرباء ولكن بعد سلسلة من الهجمات على مرافق الطاقة لدينا كان علينا الرد وسأكررها مرة اخرى اذا كان كل شيء يتمحور حول حل القضايا التي تحدثنا عنها في البداية فان الضربات على منشأات الطاقة ترتبط جزئيا بحل احدى المهام التي وضعناها لانفسنا وهي نزع السلاح بوتين اكد ان موسكو لم ترفض التواصل الى حل سلمي لنزاع في اوكرانيا لكنها تعارض فرضة مخططات للتسوية الاوكرانية لا علاقة لها بالواقع وقال ان اعداء روسيا وضعوا انفسهم في الزاوية عندما رفضوا التفاوض معها يجري الدفع بفكرة عقد مؤتمر ما في سويسرا نحن لسنا مدعوين علاوة على ذلك فانهم يعتقدون انه ليس لدينا ما نفعله هناك لكن في الوقت نفسه يقولون ان من المستحيل التوصل الى قرار من دوننا وبما اننا لن نذهب الى هناك فهذا بالفعل سيركون كامل يقولون اننا نرفض المفاوضات لسنا مدعوين لكنهم يقولون اننا نرفض سيكون الامر مضحكا ان لم يكن محزنا جدا لكن مرة اخرى اريد التجديد على اننا مع المفاوضات ولكن ليس في شكل فرض اي مخططات علينا لا علاقة لها بالواقع كلام الرئيس الروسية بعدما اعلنت وزارة الدفاع روسية توجيه ضربة صاروخية واسعة استهدفت المحطات الكهر حرارية ومواقع الوقود والطاقة ومؤسسات صناعة صناعية عسكرية اوكرانية هذا اضافة الى مواقع لوجستية مهمة استخدمتها قوات كيف لتأمين امداداتها واضافت ان الضربة تجهت ردا على محاولات نظام كيف شن ضربات على مواقع صناعة النفط والغاز الروسية وقطاع الطاقة بالتوازي اعلن منسق العمل السري في نيكولايف استهداف محطة للطاقة الحرارية في مقاطعة دينيبرو بيتروفيسك وسط اوكرانيا وانقطاع التيار الكهربائي اكد مستشار رئيس جمهورية دونياتسك الشعبية ايغور كيماكوفسكي تقدم قوات الروسية على كل المحاور على طريق تحرير اراضي الجمهورية التي لا تزال تحت سيطرة القوات الاوكرانية كيماكوفسكي اكد التفوق على القوات الاوكرانية كما ونوعا وقال ان ما يحدث يمثل نقطة تحول على محور دونياتسك مشيرا الى ان القوات الروسية تنتظر تحرير كامل اراضي المحور اوصل مندوب الروسي الدائم لدى الامم المتحدة فساليني بنزيا دول الغربية بالاستعداد لتقبل حقيقة ان موضوع الاجتماعات الدولية الوحيد حول اوكرانيا سيكون قريبا استسلام كييف غير المشروط وفي اجتماع لمجلس الامن قال ان حزم المساعدات الغربية والهجمات المضادة لن تساعد في احداث تغيير جوهري في الصراع وخلصة الان اوكرانيا اليوم ليست اكثر من شركة عسكرية خاصة تقاتل من اجل الغرب وباسلحة غربية حتى اخر اوكراني اقرى البرلمان الاوكراني مشروع قانون حول التعبئة العسكرية اثار جدلا واسعا بسبب عدم ذكر فترة لتسريح الجنود يأتي التصويت فيما تواجه اوكرانيا نقصا في الجنود المتطوعين وبعد خفضها سن الذين تم استدعاؤهم من 27 الى 25 عاما شدد القانون الجديد العقوبات على الذين يحاولون التهرب من التجنيد وما زال يحتاج إلى توقيع الرئيس ليدخل حيز التنفيذ جدد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون دعوته شركات الصناعات الدفاعية للانتقال بسرعة إلى اقتصاد الحرب لتعزيز الانتاج والابتكار والاستجابة لحاجات اوكرانيا من الاسلحة ماكرون خلال وضعه حجراء الاساس لمصنع برود جنوب غرب فرنسا شدد على ان الاضطرابات التي سببتها الحرب في اوكرانيا واعادة التسلح على مستوى العالم تتطلب جهدا مستداما من جانبي صناعة الدفاع لزيادة الانتاج وتسريعه ربما يتعين علينا ان نقرر بذل المزيد من الجهود من اجل اوكرانيا اذ لم ينفذ الامريكيون التزاماتهم لا يمكننا ان نتخلى عن اوكرانيا لان اوكرانيا تبعد 1500 كم من هنا وبعبارة اخرى انه امننا الخاص انها فرصة اوروبا للعيش في سلام دائما المزيد من الاخبار والتقارير تجدونها على صفحات الميادين على الانترنت الميادين دوت نت باللغة العربية والانجليزية والاسبانية شكرا على المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة